وصلنا دلوقتي لاخر فقرة في برنامجنا النهاردة والفقرة المحببة جدا 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 لقلبي حيث ان انا هاعد اشرف على السادة اللي بيتبخوا وياسمين هتساعد مع الشيف شايماء اللي هتعلمنا النهاردة كفتة صنفي جديد وبسيط وصحيي وانا حجل طيب شايماء زتون انت من ورانا وانا هساعدك هبقى استبيليا بتاعك النهاردة والليل هتعد بقى دايما تتميز علينا انا جنب الكوماندر المهمة اه 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 اللي بيتحيل وخليتي حلو ايوة اوكي طيب احنا النهاردة هنعمل كفتة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولا هنصبع بقى لحاجة في الصينية على طول وفي الفرن عشر دقايق تكون جاهزة اول حاجة بقى معايا هنا المأدير معايا بودرة توم بودرة بصل وبابريكا وقرنفل وقرفة وكمان زيت زتون ومعايا معلقة صالصة وصيا سوس وبصلة كبيرة مفرومة وهستخدم النهاردة نصف كيه ولحن مفرومة مالح وفلفل اسود تماما هنزاود بقى القيمة الغذائية شوية احنا هنستخدم معايا مكسرات لوز لوز نايد اوكي طيب اول حاجة بقى انا بعملها اني انا بحط البهارات الاول عندي هنا بودرة البصل طبعا انا عايز اقولكو كمان ان لو في حد مش حيب كل التوابل دي ممكن يستكفي جدا بالملح والفلفل بس هي التوابل تلاله بس هي اللي هتخلي الطعم الرهيب طعم حلو كمان ريحة الاكل ايلا بالزبط طبعا احنا معروف ان الكفتة بنقدمها مع عيش صح فانا نهاردة بقى قلت ممكن نعمل حاجة سريعة لعيش كده يكون سهل وبسيط معمول برضو صحي ممكن نستخدم فيه دي اي الاسمر لكن نهاردة بس انا استخدمت في دي اي الابيض دي اي شوية دي اي وشوية لبن او لبن رايب تمام ومعاهم كمان ممكن نحط بودرة توم وبصل تديها طعم حلو قوي وزيت زتون وباكينج باودر نخلط يبقى جهز ممكن كمان نعملوا دولاتي مع بعض ساعات بيبيعوا عيش جهز والبصل بالزبط اخلط لك بقى انا البصل مع البهارات دي تمام احنا هنخلط البصل والبهارات تمام ممكن كمان نضيف فصل توم بس يعني حاجة بسيطة تدي طعم يضوبك كده بسيط قوي احنا حتين توم باودر اريدي اه بس يعني عارفة اللي هو بحرط حاجة بسيطة قوي والسوية والقرف طيب بالنسبة بقى للعجينة اللي هنعملها ونقدمها اخدت لك السوية كمان اوكي نقدمها مع الكفتة نفسها يعني فكرة اكناها تارت حماني حطيت هنا دقيق وشوية سكر السكر دايما بيكون في العجينة يعني بيفعل العجينة والخميرة وهنا بقى معنا شوية لبن بسيطة تمام ورشة من الملح تمام ونبقى نقلبهم كلهم مع بعض انا بقى هضيفة اللحمة على التوابل طيب بس ممكن نوري الناس بصوا البصلة بقالونها عامل ازاي لما تحطي لها كل الحاجات والسوية سوس وكده سوية سوس وكل ما حطيتش السلسة لسا احنا بقى الفكرة ان لو نحط سوية نقلل الملح طبعا حشان هو بيكون ملح شوية نحط حطة السلسة كمان صغيرة وكل البهرات والسوية صح؟ اوكي انا 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 اقول كمان في ناس بتحب تستخدم في الكفتة بيكينج باودر عشان بتنطفقها شوية صحنا ممكن برضو نستخدم بيكينج باودر فيها هتبقى لطيفة وحلوة وحطي المقدار كله اوه الفكرة بقى كمان في الكفتة في ناس بتحب تقعد تعجن 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 ده بيكتم الكفتية يعني بيخليها مكتومة مش منفوشة ايوه في ناس بتفكر انها لما كل ما تناعم اللحمة اكتر تمسك اكتر اوه لا هيا بقى بس اعتقد الكفتة الشامي او كده بتبقى عاملة كده معجنة كلها ده كفتة الشامي بيدربوا اللحمة في الكيتشن ماشين مع تلجاية عشان تنعم اوه ايوه والكبيبة برضو ميجيوا يصبعوها لازم حاجة تكون ساقة عشان تبضل مسكة القوار بتاعها طيب احنا كده اهو خلاص انا قلب تهالب كل احط زيت الزتون بالضبط كده اه طبعا انا عايز اقول لكم ان اي كفتة بنعملها لو كيلو كفتة مثلا يعني لو كيلو كفتة يبقى ومفروض 700 جرام او 750 جرام لحم صافي والباقي دهون طب دي خلاص كده دي خلطناها عايزين نشوف الفاينال لوت بتاعها اوه عشان عايز اكل الكفتة اوكي ارواة بيجرب بينا الفاينال لوت بتاعها احنا الفكرة كده خلاص معانا اتنين نقول نفس الشكل كل اللي هنعمله ان انا هنا هفرد اللحمة عندي هنا في الصينية تمام؟ ونخلي بالنا ان الكفتة بتكش اوكي فانا كل اللي هعمله ان انا هفردها اوكي بالشكل ده وازوقها بشوية مكسرات عندي لوز بندق زبيب هنفردها زي البازبوسة هنبطتها اه على وشها ممكن نشوف الفاينال لوت بتاعها بقى لما بتخلص تبقى عاملة ازاي انا هنا طبعا يعني محضرة معي بعد ما خلصت العجينة ودخلتها الفرن وكمان الكفتة بقى دي شكلها النهائي حطت بندق او لوز اللي انتو تحبوا شكلها طحة وحطتها اصلا طحيتين او العجينة دي تنفع بيتزا مسلا ممكن طبعا صح؟ ده العيش اللي انا هستعملين اه ده العيش اللي انا هستعملين اه ده العيشة بعد ما بيتعجن بنعمل في ايه؟ بنحط شوية زبدة فصانية وبنفرده بنخش الفرن بس خلاص سهل اوز ونأكل بقى احنا بالهان والشافة اه بالزبط قبل الاكل صح؟ ايوا قبل الاكل طبعا مرة في مرة واحدة في حياتنا ممكن نختم احنا بندق بجزء اه يا ريت تعلي ليه حتة بدي اذنك وبعدين كمان التقطيع والتنصيق الحاجة بتجي شكل احلى انا عايز اقولك ان المخرج بتاعنا الجميل يقول من كتر مشاكله حلو كان فاكله طارت شوكولاتة ايه عشان كده احنا هنأكله ونغيزه دلوقتي ايه وانا شطرة اه بس مش لدرجة اني قطع البتاعها بشوكة مش بسكينة بالعزيم شطرة بس انا عايز اقولكو على حاجة الناس كتير قوي في الصيف بتستصعب موضوع الاكل وحسن وثقيل فانا قلت اقدم حاجة عرفيني عليهم الناس دول عرفيني عليهم الناس دول تعملها طخفة بجد عبتك طف كويس طول الليل بقليت فيها يروحي لا وبعدين ايه ايوا تشوفي طول الليل بقليت بخالك كمان نشي ياسه وما نعرفه ده من الحب بجد يعني الحمد الله ما كوي انا احب كمان الاكل اللي نكهته حلوة يعني انتي قلت انه دي مفيدة وعشان فيها قيمة كذائية كبيرة طبعا فيها الله العيش ممكن ابقى بهدل هلك اواري الناس العيش بصوا العيش يجنن ازاي الو معانا داليا من القاهرة الو مسألتنه يا داليا الو سال خير ازاي حضرتك ازايك انت يا داليا تعالي كل يا داليا انا بس كنت عايزة تقول الكفتة دايما بتكش مني مهما عملتها كبيرة برضو بتكش قوي تبقى صغيرة هنخلي شايماء ترد عليك حلم الكفتة بتكش منها الكفتة ماها طبيعش انا هي فيها دهون فهي مفروض تقول للجزار انا عايزة لحمة مفرومة مخصوصة للكفتة تمام؟ اه يعني انا مثلا الصناير انا عملتها دي بعد ما خلصت هي كشت لاني لازم يكون فيها دهون نسبة دهون بس احنا بقى بنا ده نوع اللحمة يعني قصدك اللحمة كانت فيها دهون كبيرة دهون زيادة قوي عن اللزومة عشان كده هي بتكش طبعا معاك مستي جدا 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 يا دعاء نورتينا وغزتينا مستي جدا جدا خلاص دماغي كلها بقت في الكفتة بالوقتي شفت انا عشان انكلت كفتة هنشوفكو بكرا ان شاء الله وحلقة جديدة واستنونا موسيقى 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 موسيقى